الآن سنتعرف كيف نعمل جداول من قوائم كيف نعمل جداول من قوائم حتى بنرسم بعدين ستقابلنا كيف نرسم كيف نعمل جداول بالذات الناس اللي عندهم مشاريع فيحتاجوا جدا لهذه الجزئية طيب انا عايزة ايش اعمل عندي عايزة اعمل قائمة اوكي تحتوي لي عدد عندي اكسبراشن تعابير وعدد من الاعداد اوكي فالامر طبعا هو تابل 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 كل الامر واحد اوكي بيختلف فقط هنا على حسب المطلوبة على حسب ايش اللي مطلوبة عايزين نعمل قائمة اتداءا من اي ايكول 1 الى اي ايكول ماكس راح اعمل الكالي براكتس داخل الاي كده وكده اوكي اه بنفس الطريقة انه عايزة اتداءا من الاي ميليمم للاي ماكس نفس الشيء اوكي اه هنا عايزين نعمل قائمة اتداءا من الاي ميليمم حتى الاي ماكس بس بخطوة اوكي استابيعا عندنا استابعا كل مرة تبعي دي اي اي اوكي ايش راح اكتوب بالاي والاي ميليمم والاي ماكس هذا اذكركم كأنه نفس فكرة الصميشن طيب عمل جدول من القوائم التي تحتوي على قيم الاكسبريشن بنفس الطريقة اوكي اخر شيء لو انا عايزة انه الناتج تبعنا يطلع لنا في شكل مصفوفة في شكل ايش مصفوفة كيف راح نستخدم اللي هو تابل فارم يطلع لك في شكل تابل تماما وفي نفس اللحظة في شكل ايش مصفوفة طيب عندنا عدة امثلة اوكي راح نشوف هذه الامثلة بإذن الله تعالى على برنامج الماثماتيكا طيب اول سؤال عندنا ايش يقول لنا السؤال اوكي جالا للتوليد قائمة تحتوي على اربع نسخ من الرمز اكس اربع نسخ من الرمز اكس معناها راح اكتب تابل الامر تبعي اوكي الامر تابل راح افتح الاسقويرك راكتز داخل ايش راح اكتب الرمز تابعي اللهه اكس اوكي وبعد كدة عددا النصخ النصخ تابعي عددا النصخ ايش تابعي نفتح بس الKEER اوكي راح اعمل شفتي آن انتر شفتي آن انتر الآن احطانا اربع نسخ احطانا اربع نسخ من ايش من الرمز ايش من الرمز ايش اكس طب المثال الثاني ايش يقولي توليد قائمة تحتوي على قيم ال i square الexpressant تبعنا i square من i equal 1 up to i equal 7 طيب نحن هنكتب سوري هنجي نكتب الامر تبعنا table اوكي وهاتوا ال square brackets طيب الexpressant تبعنا i square اوكي i square هذا الexpressant تبعنا كوما رح افتح ال curly brackets داخل ال curly brackets بكتب ال i وال i max اكبر قيمة عندي اكبر قيمة عندي كام 7 وراح اسكر هاد وعمل شفتي آن انتر شفتي آن انتر الآن ولند قائمة من شايف من i و 7 اوكي i و 7 طيب الان رح اشوف المثال اللي بعده المثال اللي بعده ايش يقولي توليد قائمة تحتوي على المقدار الجبري هذا الexpressant تبعي اوكي هنا قال لي ايش من i equal 6 الى i equal 3 الى i equal h 3 طيب كيف رح نشتغل هاد المثال رح نكتب table اوكي وراح افتح ال square brackets داخلة ايش رح اكتب الexpressant تبعي اللي هو x square x square i اوكي x square i plus 2 plus 2 i x 2 i x اوكي رح اعمل كومة بعده ايش رح نكتب i اوكي رح نكتب i ثلاثة و 7 ال i قل وال i minimum وال i maximum نرجع ثاني مرة لل اوامر رح اتلاقون رح نكتبها بهذه الطريقة اوكي طيب المثال الذي يليه ايش يقول لي اه قل لي ايش طيب هذا المثال ايش يقول لي توليه قائمة عناصر هي مقعبات الاعداد الزوجية هي مقعبات ايش الاعداد الزوجية طيب رح نشوف كيف رح نشتغل هاد المثال طيب قل لي الاعداد ايش الزوجية طيب رح نكتب table اوكي و رح افتح ال square brackets داخل ال square brackets رح اكتب التعبير تبعي التعبير ايش هي مقعبات الاعداد مقعبات الاعداد يعني i cube ih cube هاد مقعبات ايش الاعداد رح اعمل كومة لكن قال لي تتكون من ايش الاعداد الزوجية حا اكتب ال i اوكي قال محصورة بين الاثنين والثمانية صح بين الاثنين والثمانية طيب ايش رح اعمل اثنين رح اكتب الاثنين و رح اكتب الثمانية اوكي و بعدين هي اعداد ايش زوجية هي اعداد ايش زوجية هي اعداد زوجية اوكي و رح اسكر ايش الكير لبراكت رح اسكر الكير لبراكت نشوف ايش بيحطينا الان ايش احطانا والتوليد من اعداد من مقعبات الاعداد الزوجية بين الاثنين والثمانية و كتبنا اثنين ليش لانه اعداد زوجية لانه اعداد ايش زوجية طيب المثال اللي بعدها ايش اقول لك توليد قائمة ام تحتوي على قيم هادي حيث الج تساوي والทيب المثال الج تساوي والانعر تصاوي بنفس الطريقة قائمة ام العقب PARKM m تساوي ساحش طيب المثال أكي بتصل Angebل 巧 هد و حفيها ن الحاتر اسكلين زوجية 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 اي سكوير زائد 2 بعدك راح اعمل كومة راح اكتب الاي وبعدك راح اكتب ايش الجي طيب راح افتح الكيرل براكتز داخل الكيرل براكتز هيكون عندي اي اي كومة وايش قلي انه يحتوي على الاي هي عبارة عن 1 2 3 اوكي والج عبارة عن 2 3 4 5 طيب راح ااخذ الاي يعني من الواحد الى الثلاثة معناها اي وثلاثة اي وثلاثة اوكي راح اعمل كومة اوكي وراح افتح الثاني اللي هي عبارة عن الجي اوكي الجي هي من الاثنين الى خمسة من الاثنين الى خمسة راح اعمل كومة اوكي من الاثنين اوكي الى خمسة الى خمسة ورح أسكر الكرن بالركتس وعمل shift and enter shift and enter أحططنا هذه هي القوائم هذه هي إيش؟ القوائم طيب آخر مثال إيش يقول لي هذا آخر مثال آخر مثال يقول لي عرضي قائمة في صورة جدول في صورة جدول قلنا في الأخير بتحطينا صورة مصفوفة صحيح إيش رح أكتب؟ table table form أوكي الـ f كمثال لأنه هي مركبة رح أفتح داخل الـ square brackets إيش رح أكتب؟ m لأنه قال لي العرض القائمة m هادي اللي احنا اشتغلناها بشوية م هادي هي ورح أعمل shift and enter shift and enter شايفين أحطانا في شكل إيش؟ أحطانا إياها في شكل مصفوفة أو في شكل إيش؟ table أو في شكل إيش؟ table وبكده بنكون نحن بإذن الله تعالى خلصنا جزئية القوائم أوكي خلصنا جزئية القوائم الآن بإذن الله تعالى رح ندخل على المصفوفات أوكي أوكي المصفوفات في الماثماتية هي عبارة عن قوائم أوكي بتصهرنا دائما في صورة إيش؟ list طيب القائمة إذا كانت عندنا ABC هي بتمثل لنا منتجة وهي مصفوفة صف واحد وثلاثة أعمدة أوكي؟ والقائمة التي تحتوينا على التوليست هذا تمثل المصفوفة هذه هي مصفوفة من صفين وعمدين والقائمة هذه هي تمثل مصفوفة وهي عبارة عن صفين وثلاث أعمدة وهكذا يعني المصفوفة في الماثماتية هي عبارة عن قوائم عبارة عن قوائم الآن هنا هادي عندنا بعض الأوامر اللي أنا بستخدمها في الماثماتيكا أوكي لإيجاد الماثماتيكا sorry 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 لإيجاد المصفوفات أوكي اللي هي بنطلق عليها الأرأي أوكي إذا حبينا نكون مصفوفة أوكي عايزين نكون مصفوفة معينة نستخدم إيش؟ الأمر تبعنا table وبعدينك الدال الدالة تبعنا أوكي اللي إحنا عايزين نستخدمها وبعدين عدد الصفوف وعدد إيش الأعمدة تكوين عايزين نكون مصفوفة في شكل صف بنستخدم الأمر إرأي أوكي واللي هو F و N طب أنا حابة إنه أكون مصفوفة من البعد M cross N بستخدم الأري أيضا أوكي وبوجد ال F وال M وال N إذا أنا عايزة أطبع الثورة النهائية في الشكل التقليدي للمصوف فبكتب matrix for أوكي matrix for وبداخل الليست تبعنا داخل إيش الليست تبعنا هذه مجموعة من الأمثلة راح يشوفها على برنامج الماثماتيكة لدينا الآن عدة مثال الأول مثال إيش يقولي تكوين مصفوفة على شكل صف به ستة عناصر به إيش ستة عناصر طيب به ستة عناصر أنا كيف راح أشتغل صف راح أشتغل array أوكي أوكي راح أفتح الـ طيب هذا الصف راح أطلق عليه أي اسم مثلا سميه F أي شيء أوكي مثلا سمته H أوكي كومة على ستة ستة هذي هي الستة وأعمل A شفتي آن إنتر الآن كول لنا صف عبارة عن مصفوفة صفية عبارة عن ستة عناصر ستة إيش عناصر طيب اللي بعده إيش يقولي تكوين مصفوفة اتنين في اتنين اتنين في اتنين عناصرها صورة الأي آي جاي عن صورة صفوفة أعمل إيش راح أعمل نفس الشيء أري أوكي أوكي وبعدين راح إيش راح أكتب اسم المصفوفة تبعي إيه أوكي اسم المصفوفة تبعي إيه بعدين قال لي اتنين في اتنين اتنين كومة اثنين وراح أسكر الكيرل براكتس وعمل شفتي آن إنتر الآن أنشأت لنا المصفوفة عبارة عن صفوفة أعملة عبارة عن صفوفه إيش وأعملة طيب اللي بعدها إيش قال لي خلينا أكبر شوي قال تكوين مصفوفة ثلاثة في ثلاثة عناصرها على الصورة FIJ تساوي 10I plus J ثم عرض الناتج في شكل في شكل التقليد للمصفوفة طيب في البداية إيش راح أكتب راح أكتب التكوين المصفوفة معناها راح أستخدم إيش بما أنه قال عرضها على كذا فمعناها راح أستخدم تابل أوكي بس هو إيش قال لي F F تساوي أوكي تساوي إيش تابل أوكي تابل راح أفتح على سكوير براكتز كل بداية راح أكتب قال لي على عناصرها على الصورة إيش 10I 10I أوكي 10I plus J plus J كوما أوكي ويا إيش حقولي ثلاثة في ثلاثة راح أشوفوا كيف راح أكتب ثلاثة ثلاثة لأنه هي I J راح أكتب كذا I وكوما ثلاثة أوكي ورح أعمل ثاني مرة كوما وأفتح ثاني كيرلي براكتز وأكتب J و ثلاثة أوكي وإيش ثلاثة طيب قال لي إيش الناتج عايز حاب يعرضه حاب يعرض الناتج سيمي كولامس حاب يعرض الناتج في شكل التقليدي للمصفوفة في شكل التقليدي للمصفوفة الشكل التقليدي حكينا Matrix أوكي Matrix Form Matrix إيش Form ال-M capital وال-F تبع Form capital أوكي راح أعمل إيش راح أفتح ال-square brackets وأكتب بداخل إيش ال-F تبعنا اللي هي إيش اللي عرفنا فيها اللي عرفنا إيش فيها راح أعمل Shift-N Enter Shift-N Enter طيب إيش أنا طيب أنا هنا أيوة هنا أنا مكرر الكيرلي brackets أوكي عملتها تكرار كال الكيرلي brackets أوكي الآن جاتنا بصورة إيش المصفوفة أوكي راح أمسح بس هدول اللي في الوسط هدول أوكي الآن جاتنا في صورة إيش في صورة المصفوفة التقليدية في صورة إيش المصفوفة التقليدية طيب نشوف المثال اللي بعده إيش يقول لي المثال أوكي المثال يقول لي تاكويم مصفوفة ثلاثة ثلاثة عناصرها على صورة M I J هذه ما في مشكلة مباشرة أكتب الاري أوكي ورح أفتحها وأكتب بداخل إيش مصفوفة M أوكي كوما إيش ثلاثة 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 ورح عمل شفتي آن إنتر شفتي آن إنتر هذه مصفوفة هي ثلاثة ثلاثة أوكي مصفوفة ثلاثة ثلاثة أوكي ثم عرضها على الشكل إيش التقليدي طيب أنا أنا لحظة بس هنا أنا ناسي إنه هادي رح أطلق عليها G تساوي أوكي G تساوي تذا على أساس إنه أجاوب على هذا السؤال تطلع ال-F عندي اللي هو التابل هادي أوكي وال-G هادي اللي إحنا كتبناه في صورة عناصرها ثلاثة في ثلاثة طيب إيش مطلوب مني أوجد F بلاس G F بلاس G وأعرض على الشكل التقليدي طيب الشكل التقليدي حكينا هو ماتريكس أوكي ماتريكس فورم هذا هو F بلاس G أوكي رح أعمل shift an enter الآن جاب لحاصل جمع F بلاس G حاصل جمع إيش F بلاس G طيب حساب حاصل الطرح بنفس الطريقة رح أكتب هذه نفسها رح أخذ هذا الأمر نفسه بدل ما إنه جمع رح أعمل إيش رح أعمل طرح أوكي ماينوس ورح أعمل shift an enter shift an enter فعلا الناتج طلع لنا حاصل طرح إيش المصفوفتين حاصل طرح إيش المصفوفتين طيب قال لي إيش حساب حاصل ضرب المصفوفة G في عدد حاصل ضرب المصفوفة G في عدد إيش يعني عايز مني 5G بس هذا اللي مطلوب 5G أوكي فيك تكسمي على عدد فيك تكسمي المصفوفتين مع بعض كل هذه الأشياء فيك الآن إنك تطبيقه على برنامج إيش الماثماتيكة فينا نطبيق كل هذا على برنامج الماثماتيكة بعد ما شفنا المسائل على تكوين المصفوفات والعمليات على المصفوفات رح يشوف أوامر أخرى في إجراء أيضا عمليات أساسية على المصفوفات اللي هو مدورة المصفوفة محددة المصفوفة قطر المصفوفة محكوس المصفوفة كل هذا رح نتعرف عليه من خلال الأوامر التالية إذا أنا عايزة أوجد مدورة المصفوفة إيش أكتب ترانسبوس أوكي إذا أنا عايزة أحسب محددة المصفوف طبعا هو ديترماين بس إيش من أكتب ديت اختصار لها ديت تدي كابيتل أوكي حساب مصفوفة المحيددات أو لو أنا عايزة أحول المحدد إلى محيددات فإيش بكتب منورس أوكي حساب محكوس المصفوفة اللي هو الإنفيرس أوكي حساب ال-M مرفوع للقوة K بنكتب ماتريكس باور ماتريكس إيش باور هذه الأوامر رح يطبقها من خلال هذه الأمثلة من خلال هذه إيش الأمثلة طب أول مثال إيش يقول لي حساب حساب مدورة المصفوفة G أوكي عايزين نحسب إيش مدورة المصفوفة G وعرض النتائج على الشكل التقليدي وعرض النتائج على الشكل إيش التقليدي طب خلاص أوكي نشوف كيف رح نكتب مدورة المصفوفة اللي هو Transpulse أوكي هذا هو مدورة المصفوفة الأمر تبعنا داخل إيش رح نكتب مدورة المصفوفة G هذه هي الجي تبعي أوكي بعدين قال إيش عرضها عرضها على وين عرضها في صورة المصفوفة التقليدية الشكل التقليدي للمصفوفة اللي هو ماتريكس أوكي ماتريكس فور بالنسبة لإيش بالنسبة لي G بالنسبة لي G ورح أعمل Shift أن Enter Shift أن Enter طبعا الجي يا جماعة اللي احنا اشتغلناها من شوية هذه هي الجي أوكي الجي اللي كنا اشتغلناها من شوية اللي هي كانت نساوي إيش الأري بالنسبة لثلاثة في ثلاثة هاد إحنا الآن جبنا لأيش المدور سبعة جبنا أيش المدور المدور سبعة أوكي طيب الآن أيش طالبي مني لحظة طيب مطلوب تعريف المصروفة G 2 من ردبة 2 في 2 ثم حساب قيمة المحدد ثم حساب إيش قيمة المحدد تعريف في بلاي رح نعرف يعني G 2 نساوي هذا اللي معنى فيه تعريف أوكي تعريف إيش المصفوف اللي هي 2 قال لي 2 في 2 2 في 2 أوكي ثم حساب قيمة المحدد طيب رح نشوف كيف رح نشتغله طب أوكي رح نكتب مثلا 2 آه سوري أنا رح أفتح تاني هنا مثلا رح أكتب 2 و 4 مثلا أوكي كوما بعدين أفتح 1 و 1 كوما مثلا و 7 أوكي ورح أسكر بعدين كده رح أعمل سيمي كولامس أعيز أوجد المحدد تبعه أدت أوكي بالنسبة لأيش بالنسبة لي G2 بالنسبة لي G2 رح عمل Shift And Enter Shift And Enter وبالتالي أوجد لأيش قيمة المحدد أوجد لأيش قيمة المحدد طيب شوف المثال اللي بعد إيش مقصود فيه المثال اللي بعد قال لحساب محكوس المصفوف G2 طيب محكوس المصفوف الأمر طبعنا تبعنا إمفيرس أوكي هذا هو الأمر تبعنا إمفيرس طيب إيش راح أعزل من G2 راح أكتب G2 راح أعمل شفتي آن إنتر هذا هو محكوس إيش المصفوفة طيب الحساب G3 مرفوع للقوة إيش مرفوع للقوة إيش مرفوع للقوة إيش مرفوع للقوة إيش قلنا إذا كان مرفوع للقوة كي بنكتب ماتريكس باور راح نكتب ماتريكس باور وداخلة إيش راح نعمل G2 ماتريكس باور ورح أكتب G2 والقوة اللي ترفعت لها القوة كام ثري راح أعمل شفتي آن إنتر شفتي آن إنتر وبكده بكون أوجبت إيش المصفوفة تبعنا مرفوع للقوة محددة مرفوع للقوة إيش محددة طيب المسألة هادي إيش تقول لي تعريف G3 من ردبة 3x3 أوكي ردبة 3x3 ثم حساب مصفوفة المحددات المصاحبة شف نما نقول لك عرف من 3x3 4x4 ما حدد لك العناصر تتحدد العناصر بمزاجك بس ترتبط بإيش إنها هي 3x3 لو ملاحظين معي قبل شوية هنا كان في المصفوفة اللي هي 2x2 أنا إيش عملتها؟ اخترت الأرقام أنا من عندي بس احتفزت بسيغة السؤال اللي هي 2x2 الآن نفس الشي أنا رح أدخل عناصر من عندي بس احتفز بسيغة احتفز إيش بسيغة إيش؟ السؤال طيب الآن قال لي عرف G3 رح عرف G3 يساوي أوكي هذا قص الكيرل من ركتس الأول وهذا الثاني قال لي 3x3 ممكن أقول 1 5x7 أوكي لأنه 3x3 أوكي كومة وأخلي الثاني مثلا الثاني عرفه مثلا 2x4 مثلا 6 خلقة زوجية أوكي رح أعمل كومة مثلا نعرف الثالث الثالث مثلا ثلاثة كومة خمسة كومة خمسة أنا عرفتها ما عايز أكرر واحد مثلا كومة أوكي الآن أنا عرفتها بطريقة الخاصة مصهوفة ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة دخلت عناصر من عندي أوكي بعد ذلك رح أعمل كومة أكتب إيش؟ قال لي إيش؟ ثم حساب مصهوفة المحددات أوكي حكينا الأمر تبعنا اللي هو منورس أوكي سوري أنا كررت هذا هادي MN أوكي هادي هي أوكي رح أكتب إيش؟ جي ثري اللي أنا عرفتها أوكي وإيش؟ وثلاثة لأنه هي ثلاثة في ثلاثة أبقى ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة أبقى فتحت كرير لا أبقى هادي لا أبقى 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 فهذا الناتج يجب تبعي هذا بالنسبة لي بصورة مختصرة خالص بالنسبة لي بعض الأوامر تبع المصفوفات الآن راح ترك نكم باقي المثائل إن شاء الله تتدربون عليها اوكي راح شوفكم بإذن الله تعالى في الفيديو القادم راح نواصف في المصفوفات اوكي راح نواصف في المصفوفات بإذن الله تعالى وما تبقى من الجبر الخط باقي الأنظمة الخطية اوكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته